موسيقى اهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير ببسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريدو دي ريدمشن توز اللهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن لغز الوجه الضخم والغريب جدا المتواجد في أعلى الجبال رح نشوف قصته من الألف للياء وليش هذا الوجه الضخم موجود في الجبال ومين سواه وإيش قصته كاملة فتعالوا سويا نخش في المقطع طيب عشان نبدأ في لغزنا في أحد جرائد نيو أوفر رح تحصل موضوع اسمه تمثال منحوت في حافة جبل الجريزليز ومحتوى الموضوع رح يكون كالتالي أن الأشخاص المرون من سلسلة جبال الجريزليز وجدوا ولاحظوا نحت دقيق جدا لوجه امرأة في أعلى جبل الجريزليز وعلى حسب كلامهم أنه لحد الآن ما يعرفون من هو ناحت هذا الوجه لكن اكتفوا بقول أنه النحت دقيق جدا وأيضا في عدد من المرة لما قربوا من هذا النحت قالوا أنهم رأوا جثة معلقة بحبل ما أو بمعنى آخر حصلوا شخص مشنوق من هذه الجريدة نوعا ما أخذنا نبذة عامة عن الموضوع واللي ظاهر يعني أنه أمر جدا حزين وما يبشر للخير خلونا نتعمق أكثر طيب بالنسبة للمكان رح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا لما توصل للمكان أو بالقرب من المكان رح تبدأ تظهر ملامح المنحوطة الجميلة هذه بجانب الشخص المنتحر طبعا لما تطلع للمكان وتقرب منه أكثر الآن رح تبدأ معك التفاصيل الدقيقة على سبيل المثال أول ما تطلع هناك على طول رح تحصل الشخص المنتحر ولو تلاحظون في ملابس هذا الشخص المنتحر رح تلاحظ أنها ملابس شخص فنان وملابس شخص رسام وتحديدا ملابس شخص نحات لأنه لو تلاحظون أكثر رح تشوفون أنه يعني ملابسه نوعا ما متسخة بالنحة وغيرها وأيضا اللي قوي كلامنا على أنه هذا الشخص نحات اللي هو القفازات رح تلاحظون أنه لابس قفازات بنوع معين وأيضا في نفس المكان رح تحصل العديد من السطول والأدوات وأدوات النحة وغيرها لكن الأمر المهم لما تطلع هذا السلة طبعا زي ما تشوفون تفاصيل الوجه وتفاصيل النحت جدا جدا دقيقة وما أكذب عليكم صراحة النحت جميل وجدا رهيب طبعا آرثر مورغين رح يرسم هذا الشكل في مذكرته وصراحة أيضا رسم آرثر مورغين دقيق ورهيب أبغاكم تركزون على رسم آرثر مورغين طبعا لو تلاحظون أكثر رح تحصلون الصندوق تحت الوجه المنحوط على طول وهذا الصندوق رح تحصل فيله بعض الأشياء المفيدة والرهيبة زي مثلا ساعة ذهبية تقدر تبيعها عند الفنس وبعض المشروبات ولكن الشيء اللي نقدر نقول أنه أهم شيء اللي هو وصفة مشروب معين واللي هو السبيشال هيلث كيور يعني إذا كنت شخص مهتم بهذه الوصفة ترى تقدر تحصلها في هذا المكان طيب خلونا نخش في الدسم ونخش نحلل في الجثة طبعا زي ما تشوفون هذا الشخص واضح جدا أنه منتحر منذ فترة طويلة جدا طبعا أنت يا آرثر مورغين ترى تقدر تطلق على الحبل ولما تطلق على الحبل الجثة على طول رح تطيح ولما تقرب منها رح تلاحظ أنه في خيار التلويت وأخذ الأغراض طبعا لما تلوت الجثة رح تحصل معاه رسالة وعنوانها رسالة من الناحط من العنوان على طول نقدر نستنتج أنه هذا الشخص المنتحر هو فعلا الناحط لهذا الشكل الجميل جدا ومحتواها رح يكون كتير مهما كان الشخص اللي يعثر على هذه الرسالة أحب أقول لك أنا آسف أنا كنت شخص بلا قيمة وانا حي والآن أنا بلا قيمة فعلا وحقيقة وأنا ميت أنا شخص كرست حياتي كاملة من أجل الفن وكرست حياتي كاملة لصنع تمثال فني منحوط وتذكاري لحبيبتي الحبيبة وفي أثناء عملي على المنحوطة خسرت حبيبتي وحبيبتي تركتني الآن لما أنظر في وجهها المنحوط أتذكر الرسام الفرنسي الوغد أنا كنت غبيا وراح أموت بجانب تمثالي الغبي والمخلط للأسف قصة جدا جدا حزينة عشان نلخص الموضوع بشكل أكثر ويوضح لكم حبيبة الناحط كانت لديها علاقة مع شخص آخر بينما هو كان يعمل جاهدا ليصنع لها هذا التمثال العظيم وأيضا زي ما سمعنا في الرسالة الناحط ذكر رسام فرنسي معين وفي أثناء التختيم فعلا ترى قابلنا رسام فرنسي معين واللي هو تشارلز جي وهو بكل بساطة رسام محترف لكنه رسام بذيء الدرجة أولى ويرسم النساء بشكل مخل وبشكل غير أخلاقي أو بمعنى آخر أو بصحيح العبارة يرسم النساء بلا ملابس وتشارلز كان يواجه مشاكل كثيرة جدا مع أزواج النساء اللي يرسمهم وفي أحد اللقطات تحصل تشارلز تشاتني يقول التالي زي ما شفتوا ذهب لمنزل أحد النساء المتزوجات بحجة إنه يرسمهم وغيرهم من الكلام وكان يسميها ماي لوف أو اللي هو حبيبتي طيب من هذه اللقطة نقدر نتأكد إنه فعلا زوجة الناحة الفنان خانته وتركته من أجل رسام وفنان آخر واللي هو تشارلز تشاتني كمجمل تشارلز تشاتني خلى هذا الناحة المسكين ينتحر لأنه أخذ وسرق منه حبيبته صراحة أمر سوداوي درجة أولى طيب خلونا نسوي على هذه المنحوتة الجميلة بعض التجارب البسيطة أول تجربة إننا نحط ديناميت على المنحوتة هل راح تتدمر زي ما شفتوا حطينا الديناميت وانفجر لكن المنحوتة ما صر لها أي شيء التجربة الثانية إننا نجي للمكان بعد ثمانية سنوات أو نجي للمكان بجون مورستين يعني ما نروح للمكان بآرثر لا نروح للمكان بجون مورستين طبعا المكان يعني ما في له أي تغيير عن لما زرناه بآرثر ممكن الفرق الوحيد إنه رسم جون مورستين أبو كلب وجدا سيئ شوفوا الفرق بين رسم جون مورستين وآرثر مورغين فرق السماء والأرض يا رجل في شيء غريب جدا رح يحدث للمنحوتة لو زرت المكان بآرثر مورغين بعدها رحت عنه ورجعت له بعد فترة تعالوا نشوف سويا لما تجي للمكان رح تحصل بعض أجزاء المنحوتة مكسورة بشكل كامل وغير موجودة تقريبا لو تلاحظون نص الوجه غير موجود وأيضا واضح جدا إنه الوجه مكسر أو بمعنى آخر جاء شخص معين إليه هنا وعبث في هذه المنحوتة ودمرها وكسرها وغير ملامحها وهذا يخلينا نطرح سؤالنا مين دمر هذا الوجه الجميل ومين دمر هذه المنحوتة طيب ما في إلا احتمال واحد وجميع عصابح الاتهام تتجه لتشارلت شاتني وحبيبة الناحة بكل بساطة الامرأة ما تبغى وجهها المنحوت يكون في هذا المكان وما تبغى تتورط في المشاكل خصوصا إنه الناحة انتحر يعني أقل شي رح يطالعون في الجثة وبعدها رح يطالعون في الوجه المنحوت من هذه الامرأة والله الامرأة هذه الفلانة رح يروحون عندها سين جيم وسؤال وجواب فقرر تشارلز شاتني وحبيبة الناحة إنهم يطمسون النحة والوجه سواء بأنفسهم أو إرسال عصابة معينة لفعل ذلك يعني بكل بساطة اللي دمر هذا الوجه بنسبة 90% هي الامرأة الناحة وتشارلز شاتني طيب صراحة قصة حزينة جدا ويعني أنا صراحة أتعاطف مع الناحة وألقي اللوم على تشارلز شاتني وحبيبة الناحة طيب من هذه القصة نقدر ناخذ منها نصيحة مهمة واللي هي ما لك في الحب وخرابيطه طيب شاركونا يا لهبيين أراءكم في خانة التعليقات تقفون بصف مين في صف الناحة أو تشارلز شاتني وحبيبته طيب بكذا وصلنا معاكم من نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا السلام عليكم